السلام عليكم في الفيديو تحذيز من اكتر انه فيديو تصميم بسك العمل الفقاري درتلي فيها الفقرة السابعة كما راكم تشوفه في الراديو وانا بحفزكم معايا وجست حبيت ولا تبحشت ندير الدرس على قناتي في اليوتيوب حبيت نشارك معاكم هذا الدرس بسك ما نقدرش نموض ربع عشرين ساعة وانا في الفراش ايا قلت جدو اللي هو هي البصرية تقدر تشوف اول رابط في وصف هذا الفيديو راح تلقى فيه المشروع اه كامل على اه بيانس اه زيد خاصة كدير تطلع على قناتي في اليوتيوب والقيت باللي عندي خمستشن يوم ما رفعتش فيديو هدا اول فرق بين كتعود تخدم في حاجة تحبها وكتعود تخدم في حاجة حاجة لحب جيب شوية صوار له هذا مكان اه بو نبتل في حلقة التصميم ونذهب للعين اه اه اداة اه اه رسم الخطوط اه كنجح نرسم لأه الخط اه انتأكد بارك بدي نضغط على شفت باه نرسم اه خط اه او بديك نكليك على Alt و نسحب مقدار معين و نكليك معها على Shift بيبقى في نفس التوازي كما هك بنكلي هكذا مريح بعدك نحددهم في زوز و نزيد ندراجي حتى يولي جد و جد جد نقص واحد القيمة صغيرة برك نكليك على Ctrl-D نحدد كل الخطوط هذه نكليك Ctrl-G باش ندرهم Group مع بعضهم من بعد نكليك مرة واحدة اخرى Ctrl-C باش ندره Copy Ctrl-F ندر Paste in Front ديما ديما الناس تنتقد باللي نكليك ياثر على الاختصارات و الناس يضيعوا ما يفهموش وش درت ولا وش ما درتش اذا كان انت تنى تشوف بلي هاد الشي صحيح اكتب لي في الكومنتر خلي تفيدني و ندره تغذية راجعة به ندره محتوى احسن المرة الجاية والصوت سامحوني على الصوت بس كما مريض الحاجة الأولى والحاجة الثانية يعني غير بالبرطابل مانيش بالمايك بشني قادر نقعد فوق الكورسي كما قلت لكم في الأول تال الحلقة نروح الـ Builder Shape Tool بعد كنت نختار اللون اللي حاب نديره ندير بلاس طرق نديره none من بعد نبقى مكليكي و نمشي كما هك به نرسم الشي باللي نحبه بالنسبة لي هنا ديما خاصة انك ترسم اشكال معقدة شوية تحل در انجروب من بعد نكليكي هنا نضغط على الشيفت نزيد نكليكي على العنصر الثاني وندرله قفل من خلال الضغط على كونترول اثنين بعد نكليكي كلش ونمسح هناك اين غير شوية برك خطوط ميكي يعد كين مشروع كبير رح يكونو ياسر الخطوط وطرافه نحب نحكم الشيب الاساسي نضرله قفل ونمسح كل شبه من خلي حتى عنصر زايد بس كو صارت لي ياسر هاد الحكاية ماديكي كونترول الت وحرف اثنين ماديكي مرة اخرى على الشيفت ندوره غير كي ما هكي نصغر شوية ندي شوية قدروات ولا قاش نروح لادات الكتابة ومن بعديكي نكتب اكيد رح نختار الفونت ليكون مناسب بالنسبة لهذا العمل بالنسبة لي انا اه يعجبني اه هاد الخط بالنسبة لهذا المشروع ومن بعد نكبر اه ما حاجة واحدة اخرى مهمة ياسر ياسر لكن نحب اه نكبر الفونت انا ونلعب به دي ما نضله اكسباند بعد ما نتأكد باللي صاير انا خيرت هاد الفونت باش من بعد اه نشوف كيفاه يجي اه مع اه اللوجو تاعي اه هنا وهذا هو التجديد تاع اه الهوية البصارية اه نتمنى اذا كان اعجبكم اه اه الدرس ما انتو بخلوش علينا اه اه باللايك والكومنتار وبركح نزيت نتفكر باللي حبيت ندير هاد الدرس جز تحديلية وباش نحفزكم اه معايا اه كي تكون ندير في حاجة تحبها ما تحبسش مهما وش كانت صعب والسلام عليكم اشتركوا في القناة